المتابعة ينظم إلينا من غزة سيد نبيل الدياب القيادي بحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية سيد نبيل الرئيس الفلسطيني تحدث عن قرارات غاية في الأهمية والصعوبة ستتخذ ما هي توقعاتكم لهذه القرارات؟ بداية أخت الكريمة دعيني أشير لا يوجد أهم من المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني لا يوجد أكثر أهمية أيضا من الدفاع عن القضية الوطنية الفلسطينية وهي تمر بأخطر المنعطفات السياسية في هذه المرحلة السياسية الحارجة ولا يوجد أيضا أهم من قضية التصدي لغطرسة الاحتلال وتغوله على الدم الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية بهذه الهجمة العدوانية المسعورة عندما نرى أن مثل هذه القرارات ترقى لهذا المستوى نعتقد أنها تكون قرارات مهمة وأيضا لا يوجد أهم من تحقيق الوحدة الوطنية والالتفاف حول الرؤية والبرنامج السياسي والاستراتيجية الكفاحية الموحدة نعتقد جازمين أن كل هذه القرارات يجب أن تكون في مصاف تحقيق المصلحة الوطنية العليا وفي مقدمتها تحقيق الشراكة الوطنية والشراكة السياسية الحقيقية ونريد أن نوجه سؤالا قبل أن يقول السيد الرئيس عن من تغيب وخصوصا من الفصائل وبالتحديد فصائل منظمة التحرير يجب عليها أن يتساءل ما هو السبب عن تغيب هذه الفصائل ويجب أن يتم البحث معمطا في أن هناك لم يتم التشاور بالقدر الكافي ولا بالجدية الكافية مع هذه الفصائل أي فصائل منظمة التعرير نعم يعني ما هي الخطوات التي ترون بحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أنه كان يجب على رئيس اتخاذها قبل انعقاد هذا المؤتمر بالنسبة للفصائل الفلسطينية أن يتم تنفيذ كامل لكل القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في رمالله بالتوازي مع تنفيذ قرارات أيضا المجالس المركزية التي عقدت أيضا في الآونة الأخيرة وبالتحديد تنفيذ القرارات المتعلقة بكيفية التحرر من الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي والقرار الأبرز في هذه المسألة الذي اتخذ بالإجماع في المجلس الوطني بضرورة إلغاء كل الإجراءات المتعلقة بقطاع غزة لذلك كان هناك مرة يجب المرور من خلاله لتحقيق رؤية فلسطينية جامعة تستند إلى طبيعة الأخذ بعين الاعتبار المواقف والرؤى السياسية لمختلف المكونات السياسية باعتبار أننا شركاء في المقاومة وشركاء في التصدي للاحتلال وسياساته يجب أن نكون شركاء في اتخاذ القرار السياسي الموحد نعتقد جاسمين أن نعتقد يعني اليوم وفي الوقت الذي تقود فيه كل المعطيات إلى أهمية إتمام المصالح لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني كيف تنظرون إلى هذا المؤتمر الذي عقد بغياب هذه الفصائل وإلى أي حد من شأن غياب هذه الفصائل أن يضعف كل القرارات التي ستنتج أو خرجت عن هذا المؤتمر اليوم بالضبط أختي الكريمة ولعل واحدة من أهم الأسباب التي دفعت بحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لا تشارك بجلسات المجلس المركزي اليوم ويوم غد هي لضمان عدم اتخاذ قرارات أو إجراءات جديدة تضعف من فرصة تحقيق المصالحة نحن نسعى في هذا الوقت المعقد سياسيا لدفع مختلف الجهود وبالتحديد جهود الأشقاء المصريين وغيرها من الجهود الوطنية المخلصة لدفع عجلة المصالحة قدما نحن أحوج ما نكون لوحدة وطنية شاملة تستند على أسس الشراكة السياسية والشراكة الوطنية لمواجهة المخاطر الحقيقية لم يعد أمامنا إلا العبور من بوابة الوحدة الوطنية الوحدة التي تجمع الكل الوطني الفلسطيني الوحدة التي من خلالها نستطيع أن نصيغ استراتيجيتنا الوطنية الموحدة المستندة على أسس كفاحية متكاملة الرؤى والأبعاد السياسية والمجابهة الوطنية لسياسات الاحتلال لذلك نحن في حركة المبادرة الوطنية في الآونة الأخيرة وعندما قام الأمين العام الدكتور مصطفى البرغوثي بزيارة إلى قطاع غزة والتقى مع قادة الفصائل قدمنا أفكارا خلاقة للخروج من المأزق ولإيجاد مخرج حقيقي لتحقيق الوحدة الوطنية وهو ضرورة الإسراع بتشكيل أو نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل لفترة انتقالية محدودة وبعدها يتم الإعداد والتجهيز والشروع فورا لإجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية وأيضا للمجلس الوطني اليوم يجب علينا أن نعيد الاعتبار للشراكة الوطنية الحقيقية وبالمناسبة أخت الكريمة نحن عندما نغادر أو لم تحضر المبادرة الوطنية مثل باقي الفصائل التي لم تحضر جلسات المجلس المركزي نؤكد على الرديف الآخر تمسكنا بالهوية الوطنية لمنظمة التعرير الفلسطينية التي نتطلع بأن تكون بيتا جامعا وإطارا جامعا لكل القوى السياسية الفلسطينية وضحت فكرتك شكرا جزيلا لك من غزة نبيلة ديابا القيادة بحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر